تاب ستوريز مع دكتور تانيا كلاب صفير محاضرة في الجامعة وخبيرة اقتصادية تدهور سعر الصرف وأهمية الانتاج اللي هو ممكن يكون الحل الأوحد بهالأزمة الاقتصادية دكتور صباح الخير لأليك موجود دانيا أهلا وسهلا فيك تدهور سعر الصرف هالمشاكل اللي اللي عم بتصير كمان بين المدخول وصعر الصرف أيضا قدية عم بتكون عم بتأثر أول شيء بشكل سلبي على المواطن اللبناني اليوم في خلل كتير كبير حتى بقصة البنزين حددوا السعر بس ما حد التزم فيه ليه؟ صح أول شيء بس نبلش بسعر الصرف شو هو طبعا كل الناس يمكن تعرف مش جيد نعمل محاضرة بالموضوع اليوم أنت عندك كمية كتلة نقدية من العملة الأجنبية هي محدودة قليلة نعم وخف العرض عليها لأن ما بقى ميجي تدفق رأس مال عملة أجنبية على البلد وطبعا بوضع التدهور ما بقى فيه كمينة طلب على العملة المحلية هي قصة عرض وطلب هيدا الشيء قدل لضغط على الليرة اللبنانية وفقدين قيمتها سعر الصرف هو نتيجة مشكلة ومثل ما بتعرفي يعني لبنان عنده مشاكل كتيرة وأزمات كبيرة من فساد لحوكمة لمشكلة مالية نقدية ولكن المشكلة الأساسية والأكتر شي طارقة وهي باب لحل كل المشاكل هي مشكلة سيولة لكويدتي نحن هاي مشكلتنا الأساسية وبما أنه ما رح ترجع لنا هالسيولة من محل ما راحيت طبعا للأسف يعني مع أنه السيولة موجودة وكانت لكل مواطن لبناني بس اليوم صعب كتير الحل السياسي يكون موجود أو الحل الآنوني حتى وترجع هالسيولة من شنة نحن كأنه علينا اليوم مسؤولية جديدة أنه نرجع نأمن سيولة جديدة بأيد الناس كيف؟ هي السيولة فعلا رانيا تتأمن يعني ما في كنت بتمنى اخترع نظرية جديدة بالاقتصاد ولكن لتأمين السيولة بطريقة مستدامة ما عنا غير حل غير نمو يعني بلد ينتج يطلع مساري وخلق ثقة لأنه هالثقة كمان بتجيب تدفق رأس مال من برا هلأ بدنا نعطي للواقع حقه على الأفق المنظور مثل ما نبين لا رح يكون في عنا نمو ولا رح يكون في عنا ثقة مشن هيك نحن اللي بدنا نعمله ما بدنا نترجع الليرة هلأ بالقريب العاجل ترجع كيف كانت بس على القليلة بدنا نوقف انهيار الليرة بدنا نوقف نزيف ما تبقى من العملات الأجنبية المحدودة يعني بدك تعتبر عندك سلة في هول هن الوراق المبينين على الطاولة ما في غيرهم بدنا نوقف النزيف منهم شو الحل لوقف هالنزيف وهيدا حل طارق وبين عمل اليوم أنا وعم بحكيك بيقدر يكون المجلس عم يجتمع ويقر هالقرارين أول واحد قانون كابتال كنترول اليوم قبل بكرة تنوقف من ما عم نعرف اذا بعض عم يطلع عملة أجنبية برات البلدية او لا وتاني قرار واللي هو قرار كتير مهم موجع كتير ومؤلم كتير وهلأ بنحكي بتداعيته هو وقف الدعم وبدي يوضح شغلة كتير مهمة بس نحكي وقف الدعم مش يعني مصرف لبنان عم يدعم على ألف وخمسة هيدا دعم على ثلاث تلاف وتسعة هيدا دعم على ثمان تلاف هيدا دعم على ستة عشر ألف هيدا دعم طالما مصرف لبنان هو عم بيأمن العمل الأجنبية للإستيرات هيدا بعده دعم واليوم هيدا وقف الدعم بهالطريقة التدريجية هيدا عم يخلق ريبة او من منقول انسيرتنتي هالانسيرتنتي هي اللي عم تخلق عند المستوردين هالردة الفعل الطبيعية منسميها بالاقتصاد راشن البيهيفير اللي هو ينتج عنه التخزين والتهريب وكل هالأمور طالما عندك دولتين جارتين في فرق بالأسعار في فرق بين سعر الطلب وسعر العرض رح يضل فيه تخزين وما تفتكري رانيا انه في أي قوة مسلحة قد ما كانت قوية قدرة توقف بوجه قوة السوق قوة السوق هي أقوى من القوى المسلحة دهمنا هيدا المخزن كتير منيح باللحظة بيطلع مخزن غيره الحل الوحيد هو أن الأسعار تكون الأسعار تكون سعر الاستيراد الحقيقي بده السوق يتحرر وقته يتحرر اليوم عم نحكي بحل بده يوجع اللبنانية لأنه ما فينا نسكر الحدود يعني فينا نضبط اليوم حدودنا وبالما نوجع راسنا بكل هالأساس وبالما نوجع الشعب اللبناني بعد أكتر من هيك يعني اليوم وبفتكر اقتصاديا رح بيأخذ رأيك بالموضوع تكلفة اليوم ضبط الحدود أقل من تكلفة العمنايشة طبعا طبعا هاي بس بما أنه يعني هيدا حل سياسي ويعني هيدا مش بإيدنا إذا بدنا نحكي بالحل الاقتصادي العلمي بس نحنا عم ندفع بعد أغلاق بعرف حلقت بشهر تموز كانت فاتورة الفيول 800 مليون دولار نحنا خسرنا منا كلبنانية من مصرياتنا أنا وياكي 16 ألف على الدولار لأنه عم ندعمت على الأربعة ألاف وكان الدولار 20 ألف طبعا ما عم قلك لا بس اليوم أنت إذا حررت السوق وخلقت تنافسية بما كان يقدر يستورد لو ما قدرت تتوقف في الحدود ما خلص ما بقى فيه إنسانتف ما بقى فيه حدا عنده إنسانتف أنه يعمل هل تخزين أو التقريب لأنصارت الأسعار كلها تقريبا نفسها بس دكتور كمانا اليوم هيدا السؤال اللي كلنا عم نسأله لحالنا اليوم بينما دخولنا نحنا كلبنانية يلي بعضهم نسبيا على ألف وخمسة يعني إذا علي بيكون على 3900 وبين سعر تنكة البنزين يلي لازم تطلع إجباري فوق 250 ألف لحتى ما تعود تتهرب من لبنان مين بدوا يدفعها؟ أنا أو حضرتك أو الزملائي هون قادرين نحنا يوميا ندفع تنكة واحدة من البنزين يلي بتأملنا أنه نروح على أعمالنا عشان هيكل بدي إليك ممنوع يكون في حل بطريقة منعزلة يعني رفع الدعم هذا شيء محتم إذا ما نرفع اليوم الاحتياط رح يخلصوا رح ينرفع منه لحاله يعني عرفتين؟ ما أنا شغل إذا رح ينرفعه لا هو رح ينرفع بطريقة طبيعية لأنه برجع بإليك عندك هالكم ورقة الحلوين رح يخلصوا نعم اليوم رفع الدعم عليه تداعيات كبيرة رح يصير فيه نوع من التضخم فوق ثلاثين بالمئة هولي البنك الدولي يعني أرقامه مش أرقامنا نحنا شو الحل اليوم؟ أول شيء مثل ما قالنا هلأ رح نحكي عن الخطة الشاملة التانية بس ما تزامنا مع رفع الدعم بدوا ينعمل خطة طارئة كيف وقت الكوفيد صار في خطة خطة طوارئ؟ بدوا ينعمل خطة طوارئ يتأمن من خلاله مساعدات لكافة شرائح المجتمع باست على شيء نسميه كاتيجوريكال تارجتين يعني يتنقمين الناس اللي هي بحاجة هاي بتنعمل بطريقة شفافة مع رقابة هاي بحقا عن البطاقة؟ طبعا لا 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 هلأ منحكي عن البطاقة هاي مش البطاقة ترئيغ يعني البطاقة هي من من الاحتياطي نفسه اللي نحنا بدنا نوقف استنزيفه من مصرياتي ومصرياتي بدنا نوزعه للمساري نحن اللي عم نقوله لخطة الطوارئ من المساعدات اللي عم تجي ورح قلك شو هنه في عنا 246 مليون دولار من البنك الدولي كان في 300 مليون دولار قرض من البنك الدولي على مشروع نقل مشترك طلب انه يتحول للمساعدات هون صرنا تقريبا بال500 مليون في عنا امانويل ماكرون فخامة الرئيس جمع بالاتحاد الاوروبي اذا تتذكره 370 مليون دولار هون قربنا تقريبا على المليار دولار هون اذا بيتوزعوا بطريقة شفافة مع رقابة بوقت محدد قدرين ما رح قلك اكيد يعني في واجع في قلم بس نحن عم نعيشه بيخففوا جزء ورح قول شغلة يمكن ما رح تكون كتير شعبوية لانه الناس اليوم ايمقية متعة قطاع العام ولكن كمان جزء من هالامويل لازم تروح لموظفين قطاع العام طبعا بدي قطاع العام كان في كتير زبائنية وكان في موظفين اكتر بس الموظفين لازم بس اليوم الموظف اذا ما ندفي كمانا ساعتين في خطر يصير في عصيان على صعيد الدولة ويصير في شلل لما تبقى من الدولة تبلش على كل حال مش لهيك لازم كمانا جزء من هالامويل تنعطها للدولة الاختيار اكيد بده يتم حسب معايير ومعايير اجتماعية معينة ودقيقة كتير لحتى ما يكون فيه اجحاف بحق الناس بين بعضها يعني على كل حال بس اليوم كمانا ذكرت الكابيتل كنترول يعني هو من الخطط الاهم لوقف استنزاف العملة الاجنبية من لبنان بس كيف بده تصير اذا بدنا نحكي عمليا لان دايما بتعطينا هكي افكار عن جد عملية وعلمية في نفس الوقت في قانون اريدي مشروع قانون بعد ما اقروا مجلس النواب الهدف من هالقانون شغلتين اول شي وقف تحويل الرسامي للخارج ووقف بيضل فيه تحويل ضمن شروط معينة بيكون محددة مجلس النواب وشغلة تانية اللي هي كمان اهم وقف استعمال النقد يعني العملة الورقية حتى المحلية لان العملة طبعا الليرة اللبنانية هي عم تخلق تضخم عم بتخف ايمتها عم بيصير في ضغط عم بيصير عندك كتلة نقدية هالقد بالعملة اللبنانية مقبلة هالقد دولار ما في غيرون هيدا الشي عم يخلق تضخم ولكن مرجع بقلك الحل كمان اللي هو طارق هلأ خطط الطوارق اللي حكيتك عنها يمكن الايفكت طبعا ممكن يكون اسرع ومباشر ولكن في حل تاني كمان لا يقل اهمية وطارق بنفس الشي هو تأمين السيولة مثل ما حكينا من خلال الانتاج من خلال النمو من خلال الثقة وهيدا الشي ما بيتم الا من خلال خطة شاملة شاملة مكرو اقتصادية مالية يعني عصا عيد وزارة المالية هدفها ترشيد الانفاق وترشيد صرف المدخيل دولة عندها مصاريف لازم يتم ترشيد هالمصاريف بقطاعات حيوية بتصب بغري بالاقتصاد اللبناني مثل السياحة مثلا تنهونها شوي يعني مثل السياحة هالإطاعة اللي نظلم كتير علما انه اهميته كبير كتير بلبنان وخصوصي بهالفترة هاي يعني رح تخلص الصيفية قطاع السياحة اليوم بصرخة من سنتين لليوم نفس الصرخة اعطونا بس كهرباء لكن السياحة بالمطلق يعني اطيوري اذا بأديك هي طبعا من هدفها تأمن تدفق مستدام لرسميل طبعا ولا رح نرجع نضطرق لهذا الموضوع ولكن الظاهرة اللي كانت اكسابشنال هالصيفية بلبنان ما قدت للإفاكت المطلوب من السياحة لي أول شي عندك بنا تحتية مهترئة صار في ضغط كتير كبير من بعد انفجار كمان تاني شغلة السياحة او السواحة زي بنا نقصمون لشقين عندك الأجنبة الأجانب وعندك المخترب اللبناني الأجنبة اللي اجها الأموال اللي جايبها ما دخلت بالسيستام منسميها لكيج أو تسرب لأنه هيدا الأجنبة عارف بقصة كترة أسعار الصرف في سعر الصرف الرسمي والغير رسمي والمنصة دوك هو براح صرف مصرياته بالسوق الموازية او بالسوق السوداء هالدولاريت ما فاتوا بالسيستام ما فاتوا الاقتصاد هيدا واحد المخترب اللي هو جزء كبير منه عنده أموال عالقاني بلبنان ما قدر يصرف من المالازم كمانا ما جيب ما دخل أموال جديدة صرف الأموال الموجودة هون وشو عمل زيادة السائح عمل ضغط نحنا ما تنسي لبن بلد استيرادة سو عمل ضغط على كل المنتجات منتجعات السياحية اللي هي بدأت استورد بداعة سو صار صاحب المحل هو عم بيفتش على الدولاريت المنة موجودة تيرجع يستورد بداعة تيلبق احتياجات السائح سو بطريقة استثنائية السياحة هالسنة ما كان إلى الإفاكت المطلوب مجن هيك برجع بقلك أهمية خطة شاملة اقتصادية مالية عصاعد المالية حكينا فيها ونقضية يعني عصاعد مصرفية مصرف لبنان حكمية مصرف لبنان هدفة توحد سعر الصرف هاي كتير شغلة مهمة هيدا الشي بيخلق ساقة على منصة شفافة وتخلق أقل له نوع من الاستقرار بالأسعار تما يظل في تضخم بس كيف بدأت تمها هي عرار سياسي بدأت عرار عملي مالي أول شي بدأت عرار عملي مالي أول شغلة بدأت يصير في حكومة بس يصير في حكومة بدأت يرجعوا يبشروا يعني على الطاولة مع الـ IMF مع صندوق النقد الدولي هو بحي يدير إلفة بلش صندوق النقد الدولي هيدا الشي بيفتح لك أبويب لمساعدات أخرى مثل سادر مثل غيرها هدفة تعمل استثمارات بالبنى التحتية بقطاعات حيوية بتصب ضغر بالاقتصاد بتخلق فرص عمل لأنه بدأت لك شغلة إذا ما نرجع بس للبنزين تعطيك مثل اليوم تنكت البنزين حقها 15 دولار عالميا لبنان هيدا البلد الصغير ما رح يأثر على السعر العالمي نحنا شو منفضل ندفع حقها 300 ألف ليرة ونضل نشحدها 300 ألف ليرة أو ندفع حقها 50 و 60 ألف ليرة لأنه نحنا عم ننتج وعم نطلع مساري وعم نعلقه مثل الليرتنا 15 خمستاش كثير حلو هالحديث وكثير طبعا علمي 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 ما رح نقول أكتر من هيك يعني الإنسان اللي مسقف الدكتور مثل حضرتك أجباري يحكي بهالأمور الاقتصادية العلمية يلي إذا طبقت على الأرض محتى من النتيجة الإيجابية بس اليوم يلي عم نشوفه من حديث حضرتك من حديث كل الخبر الاقتصادي أنه فيه شقين للموضوع فيه هالشق الاقتصادي العلمي الداخلي وفيه شق السياسي يلي معرقل تنفيذ هالخطط اللي بتجنن يعني يعني ياريت بتكونوا أنتم موجودين بالوزارات لحتى تبلشوا تنفذوا هالخطط بس أنه السؤال اليوم هو ويلي عم يطرحوا كل اللبنانيين مش ممكن يصير فيه تحريك ولو صغير فشخة لقدام من دون ما يكون فيه حكومة أو هالمشاكل السياسية اللي بدا تتحلحل يعني اليوم نحن ناطرين الفرج من تشكيل الحكومة وهيدي إذا صار لأنه يمكن تتشكل الحكومة وما تصير هالخطط صحيح فاليوم نحن كمواطنين كجمعيات أهلية كجمعيات اقتصادية كتجار كغيره مش ممكن نقدر نحن نشتغل على صعيد وطني واقتصادي نحسن شوي بغض النظر عن المشاكل السياسية هلأ برجع بقلك قانون الكابتل كونترول ورفع الدعم هوله يقرر بمجلس النواب يعني خصوصا نحن ما فينا عليهم وخطة الطوارئ اللي هي مصريتها موجودين هول تقريبا مليار حسبناه أنا وياك كمان موجودين يعني بس نفس الشيء معلقين بالحلول السياسية توزيع لا توزيع الأموال من البنك الدولي بنك الدولي هو عامل بس حاطي تشارط الإصلاحات صح معناه طبعا لقين بالأمور السياسية اليوم نحن كمواطنين دكتور يعني بين بعض الجمعيات النقابات المهن الحرة وغيره شو ممكن هن اليوم يضغطوا أو يغيروا أو يحسنوا برأيك اليوم نحن ما تنسي رانيا بلد سيادة بلد ديمقراطي مزبوط ونحن القرار لقلنا والقوة بيدنا وهي الشعب يمكن بين سيا بمطرح معين والحل الوحيد وما في غيره اليوم إلا هي بالانتخابات ومشان هيك ندق إلى كل مواطن شو ما كانت إمكانياته شو ما كانت طيفته يترشح أول شي يترشح وينتخب صح يعني هاي تجاوبك على شي شوي طويل الأمد طويل الأمد سنتجي لأنه إن شاء الله نضاين لسنتجي القصة أنا عم بحكيك شهر وشهرين قصة الدعم وقصة يعني المساعدات لازم تتوزع لأنه في ناس عن جد ما بقى رح تضاين هيدا هو السؤال يعني اليوم نحنا بيها التدهور الحاصل أول شي كأنه عم بتقولي حضرتك أنه رح نرجع بعد لورا هيدا الشوت ما رح توقف هلأ وتاني سؤال وقدي حنضاين برأيك علمياً واقتصادياً اليوم حسب إحصاءات أو أرقام لكي شهر تموز كلف فيول 800 مليون دولار هيدا بعدنا على خطة الدعم قدي عنا أحتياطي عم بيقولوا لنا ناس بتقولك 11 ناس بتقولك 14 عم نحكي بس فيول سوالقصة إن شاء الله إذا بعدنا بالمثار نفسه الخاطئ إن شاء الله نضاين لآخر السنة ولكن في شغلة كتير مهمة نحنا ناسينا في قطاع كتير حيوي هو بيأثر على الاستشفى بيأثر على الطبابة بيأثر على المدارس بيأثر على الأفران بيأثر على كل الأشغال هو قطاع الكهرباء يعني أنا برأي اليوم شلنا اليوم أهم شي طارق هو موضوع الكهرباء واليوم نحنا كمان متوقعين من صندوق النقد الدولي الـ الـ اللي هني حقوق الصحوبات اللي نحنا بحقلنا فيهم إذا بدك مثل أرباحنا خلال السنين هؤلاء غير مشروطين وليس بحقلنا فيهم ما منحصل عليهم كاش اعتمادات بس بيتحولوا لكاش نعم هؤلاء بما أنهم من المشروطين أنا من محبزين استعمال جزء من هالأموان لتوليد كهرباء لتوليد طاقة مش لندفع فيول وجزء تاني للقطاع التربوي فيه قطاع كتير مهم بتقليلي قطاع الاستشفى طبعا أهم يعني قطاعين هؤلاء عم بيغيروا وجهة البلد صحيح اليوم قطاع التربوي إذا ما وقف عجري أنا اللي بدي أقوله اليوم أنه نحن مش بس بحاجة للبنك الدول نحن بحاجة اليوم لمنظمات حقوق الإنسان لأنه مثل ما عم بتقولي يعني إذا ما نصوب على قطاع الاستشفى وعلى القطاع التربوي هيدا بلد صار جثة هامدة شكرا لإلك دكتور تانيا كلاب صفير أهلا وسهلا فيك أكيد بيكون عنا لقاءات أخرى وبركة حلول جديدة بتتأخذ بعين الاعتبار رح ناخد بريك شكرا لإرشان